الطريق إلى قرطاج تونس تختار تحت هذا العنوان يشهد الشعب التونسي حدثاً ديمقراطياً هو الأول من نوعه في البلاد فالمناظرات التلفزيونية بين مرشح الرئاسة التونسية تجربة غير مسبوقة تدعو عبر وسائل الإعلام التونسية المرشحون الستة والعشرون للانتخابات الرئاسية المقرراء الأحد المقبل قسموا إلى ثلاث مجموعات تضم الأولى تسعة مرشحين بينهم كرسي فارغ للمرشح نبيل القروي الموجود في السجن وتضم المجموعة الثانية أيضاً تسعة مرشحين بينما تضم المجموعة الثالثة ثمانية مرشحين بينهم كرسي فارغ للمرشح سليم الرياحي الموجود في المنفى وتمتد المناقشات في الليلة الواحدة ساعتين ونصف الساعة مع مراعاة مبدأ المساواة الزمنية في مداخلات المرشحين وفق ما هو مقرر حيث تبث المناظرة على إحدى عشرة قناة تلفزيونية بينها قناتان عمتان بالإضافة إلى نحو عشرين إذاعة واستزحام المرشحين وبرامجهم المقترحة يرى مراقبون أن التونسيين لا يملكون فكرة عن من سيكون الرئيس لأن كل الخيارات واردة فيما يزيد هذا الأمر من قوة المنافسة بين المرشحين ومن خلال هذه المناظرات حاول كل منهم أن يتمكن من إبهار الناخبين وتبينت ردود أفعال السياسيين والمواطنين إزاء المناظرة فمنهم من وصفها بالعرس الديمقراطي ومنهم من رأى أنها باهتة وغلب عليها تبادل الاتهامات والخطابة وكانت المشكلات الاقتصادية على مدار سنوات بحسب المراقبين قد أضعفت الثقة في الحياة السياسية حيث بلغت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات البلدية العام الماضي 30% فحسب لكن الديمقراطية لا تزال في مرحلة تثبيت أقدامها حيث يمثل توجيه الأسئلة المباشرة بهذه الطريقة لكل المرشحين حدثا فريدا بالنسبة للشعب وكانت موريتانيا أول دولة عربية تنظم مناظرة بين المرشحين للرئاسة عام 2007 تلتها مصر في الانتخابات الرئاسية عام 2012 وتعتبر المناظرة الرئاسية تقليدا أمريكيا يرجع تاريخه لنحو 255 عاما ثم تطورت مع انتشار التلفزيون لتصبح عام 1960 حدثا إعلاميا يتابعه الملايين في أنحاء العالم